السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم من الأخبار الفلكية زي ما قرأتوا على الشاشة هي عن انتقال عطارد عطارد اللي موجود في برج السرطان بده ينتقل يوم الثلاثاء 11 تموز لها برج الأسد يعني رح ينتقل الساعة 14 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 11 سبعة لبرج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد حتى مساء يوم الجمعة 28 سبعة يعني لغاية الساعة 39 دقيقة مساء بتوقيت جرينج كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير على نقل أفكارنا للغير على تقوية الذاكرة والذكاء والكتابة والتحليل الأمور وقوة الحدث وبرضو بيتحكم بالاتصالات يعني وما يليها زي الأجهزة الإلكترونية والبريد والأمور هاي هاي اسمها اتصالات وأيضا والمواصلات يعني السيارات والبواخر والطيران والأمور هاي كلها هاي اسمها مواصلات بالنسبة لصفات كوكب عطارد أو شو اللي بيتحكم في كوكب عطارد أول إشي من صفاته الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير تحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن من سلبياته لما بصير منتحس أو بشكل زوايا سلبية أول صفة وأهم صفة بتظهر العصبية عشان نعرف إنه عطارد بيكون سعيد ولا منتحس أثناء وجوده في برج الأسد لازم أهم نقطة نطلع عليها الزوايا الفلكية زي ما حكينا أنا ما بحسب على حساب في بيته وفي شرفه في وباله في هبوطه بخذهاش هي الأساس في تأثيرات الكوكب لازم أعرف أنا الزوايا الزوايا تعطيني نسبة 70% من إيجابية أو نحوزة الكوكب وينما كان وجوده يعني لو كان عطارد في الجوزة أو في العذرة يعني في بيته بمعنى آخر ولكن بشكل زوايا سلبية أغلب وجوده بده يكون منتحس ما رح يكون إيجابي فعشان هيك دائما مننتبه للزوايا ومنعرف الزوايا إيش هاي وشو تأثيراتها عشان نعرف إيش اللي بنا نتفادها أو إيش اللي بنا ننتبه منه في هذا الشهر طيب إيش الزوايا اللي رح يشكلها عطارد لما يصير في برج الأسد بالنسبة لعطارد رح يشكل لعنها ثلاث زوايا أساسية اللي كي ذروتها وفي زاوية متشكلة أول إيش الزاوية المتشكلة هي زاوية التقابل ما بين عطارد وما بين بلوتو وهي منذكرها في التوقعات اليومية الآن مجرد ما دخل على برج الأسد بيبلش بده يشكل زوايا إلها علاقة في برج الأسد يعني إلها علاقة بتواجد عطارد في برج الأسد أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين المشتري هاي زاوية رح تكون ذروتها يوم 17-7 طبعا إلها تأثيرات بأيام قبل وإلها تأثيرات بأيام بعد كنت أذكرها في الحلقات الأخبار الفلكية ولكن للأسف يعني صاروا ناس ينظروا فيها وينصبوا على الناس من وراها يعني كأن أنا بعطيهم إشي عشان يعملوا فيديوهات ويضحكوا على العالم يعني حتى بحوروا اللي أنا بحكيه فعشان هيك بطلت أحكي تأثيرها من إمتى لإمتى ولكن قبلها بفترة بتلاقي أني أنا ذكرت بداية تأثير هاي زاوية وإمتى بتنتهي هاي الزاوية ذروتها زي ما حكينا يوم 17-7 بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من مالنا للأخطاء في الحكم إفشاء الأسرار ممكن تتعرضنا لبعض هيك تتكشف بعض الأمور عننا بنكون مأمنين أشخاص عليها فبفضحونا فيها أو بتطلعوها بكشفوها وبتعمل نوع من أنواع المشاكل مع العدالة أهم إشي أنه بالفترة هاي نتجنب توقيع الوثائق المهمة وحاولوا أنكم ما تقوموا باستثمار أو مضاربات مالية لأنه كثير من هاي المضاربات بتكون غير مدروسة بشكل جيد فممكن تنتهي في بعض الأشخاص بدعاوى قضائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس اتصالات واتصالات ومفاجآت يعني الله يستر من هاي الزاوية هاي الزاوية ذروتها يوم 23-7 وزاوية التربيع بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل وبرضو هاي الفترة بتخلينا عصبيي المزاج ونرتكب الأخطاء وممكن إنه نتهور فترة غير صالحة للشراكات وحاولوا أنكم ما تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بتخلق لدينا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصابيين ونرتكب أخطاء ونتهور وهذا الوقت غير مناسب وغير صالح للشراكات وبانصح الجميع قبل هذا الموعد اللي هو 23 سبعة قبله بخمس أيام وبعده بخمس أيام أثناء قيادتك للسيارات انتبهوا بشكل جيد وتفقدوا سياراتك بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين عطارد وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون يوم 27 سبعة يعني قبل الانتقال في يوم بالنسبة لهاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت يعني بصير مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بنستفيد من الراحة اللي بتوفر لها إلنا الدعوات والدعوات واللقاءات وأمور إلها عناقة بالسفر والتسلية طيب عشان هيك بنقدر نقول إنه فترة متقلبة بشكل كبير وأيضا موجود العطارد بالأسد مش شوي بعمل نوع من أنواع الجدية يعني بيكون ضغط بقوة فعشان هيك بدنا نتعامل مع عطارد بحذر لأنه ما رح يكون سعيد أغلب الوقت أغلب الوقت بالعكس رح يكون منتحس فعشان هيك بدنا نحذر من تصرفاتنا وننتبه في توقعات اليومية من أي شيء بيكون متشكل العلاقة بعطارد ولكن إجمالا لما عطارد بيدخل على برج الأسد موليد برج الأسد تحديدا في هاي الفترة بيشعر بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات وبتربرز لديهم قوة الإقناع إقناع الغير بوجهة نظرهم بتصبح نظرتهم للأشياء والأمور من حولهم أكثر عمق وأبعد رؤية بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية والأبراج الهوائية يعني الحمل القوس الجوزاء الميزان والدلو كل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج الأسد هذولا أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا طبعا عطارد بيدل دائما لما بدخل على برج الأسد على اكتشافات جديدة وهي الاكتشافات إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات أو أمور إلها علاقة بالعقاقير الطبية طيب بالنسبة لأنه حكينا أنه زوايا سلبية متشكلة وعطارد رح يكون بالأسد فالموليد الأسد تحديدا بتكون تحذروا من العصبية من الانفعال ردات الفعل المتهورة وما تغامروا ما تجازفوا بالفترة كل شي خلوا مدروس بطبيعة الحال الأشخاص اللي بينولدوا بكون عطارد موجود عندهم في برج الأسد هذولا الأشخاص كيف بدأ أحكي لكم إياها حلمين ما بيتصرعوا اتخاذ قراراتهم بالعكس هذول الأشخاص بيدرسوا كل خطوة بأدق تفاصيلها يبل ما يتخذ أي إجراء فيها يعني بدرسها بحللها بفنطها بأخذ كل معطياتها بعدين باختل خطوة وإذا خطى الخطوة بالاتجاه مستحيل حدا يرده يعني أو حدا يثني عن هذا الموضوع لأنه بكون دارسه مية في المية وبيتخذ القرار بشكل كامل وبنظرة نهائية وما بيتراجع نهائيا عن هذا الموضوع وأغلب الأوقات بكون صائب بقراراته طبعا إلا سعيد صحيح أنه عطارد عندي موجود أنا بالأسد ولكن أنا أغلب قراراتي كلها عاطفية وعلى حسب الناس ما بتحكي وعلى عشان ما جرح الشهاد وما زعل الشهاد وما سوي الشهاد فأنا استثنائي بتزدتوني على جانب ماشي والباقي بكون صحيح إن شاء الله طيب إيش أهم التأثيرات على جميع الأبراج يا سعيد يعني أعطونا يعني خلاص بكفي شرح أكاديمي ما هو إذا ما شرحت هيك بكرة فيه أشخاص بيسمعوا هاي اللي أنا راح أحكيه بيجي بقول لها أنت قلت عنه إيجابي أنت عطيتنا مش عارف إيش إنه العطارد لما يدخل على الأسد يغير حياتنا ما بيسمع الزوايا فبيجي بحكم على هاي اللي بدي يسمعوا هسه تأثيراته على البرج وبيجي بيهاجمني فعادي تعودنا طيب خلينا نشوف تأثيراته على جميع الأبراج والطوالع يعني بتسمع برجك وطالعك برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هو راح يتواجد في برج الأسد يعني البيت الخامس لا إلك فهنا أنت في هاي الفترة إذا استغلتها بشكل جيد معناته أنت مدير ناجح في مختلف الأمور بتنشط بالدراسة مطالعة بالهواية باللقاءة العاطفية الحوار مع الأحبة بتكمل لآخر الطريق عندك طاقة عالية جدا وكبيرة بتقدر تحقق من خلالها أي شيء أنت بتفكر فيه ولكن زي ما حكينا لا تعتمد على الحضود اعتمد على طاقتك وانتبه للزوايا عشان تعرف شو نقاط الضعف وإمتى أنت تتجنبها طبعاً اللي بيشتغلوا في مجال الأدب والكتابة بيبدعوا بشكل جيد ولكن اللي بيشتغلوا في مجال الإعلام أو السوشال ميديا بدهم ينتبهوا من تسرعهم بالكلام لأنه ممكن المواضيع اللي تحكي فيه مواضيع خطوط حمراء بتتجاوزها بتعمل على حالك شوشرة هاي الفترة مناسبة للأمور اللي إلها علاقة بالتأليف والكتابة والترجمة وحاول أنك تستفيد من كل العروض اللي بتتقدم لك بهاي الفترة وفي هاي المجالات تحديداً والأمور اللي إلها علاقة بالشغلات الفكرية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا رح يكون في البيت الرابع يعني بيت العلاقة بالعقارات العلاقة بالسكن العلاقة ببلدك الأم العلاقة بالعائلة هاي أهم الأشياء اللي هو رح يركز عليها فعشان هيك هاي فترة عقارية بامتياز ولكن إذا بدك تنقل العقارة أو بدك تشتري عقارة تفقد الأوراق بشكل جيد تعطيك نشاط كبير في الشراء في البيع في المتاجرة في النقل العقارة جديد فهي فترة جيدة عندك قدرها على إقناع الآخرين بأفكارك وخصوصاً في الأمور اللي بتتعلق بالملكيات أو الممتلكات العقارية الأمور اللي إلها علاقة بإرث أو شراء عقار أو بيع عقار أو استئجار عقار بتقدر برضو في هاي الفترة أنك تدخل تحسينات مهمة على مسكنك بيسود جو من الحوار البناء ما بينك وبين أفراد الأسرة إلا أنه في أوقات ممكن شوية تكون عصبي فيها أو يخونك التعبير ما تقدر تعبر عن الجواك بشكل جيد فيستقبلوا الموضوع منك بشكل خاطئ فعشان هيك في بعض الأوقات ممكن أنه أفراد العالي يأخذوا برأيك أو يستشيروك في بعض الأمور اللي بيعملوا في مجالات الفن والمسرح برضو بتكون هاي فترة مناسبة جداً وبتدفع بمصالحهم وبتبين قدراتهم في هذا المجال برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً هذا البيت الثالث يعني بيت فيه نشاط فيه اتصالات فيه حوارات فيه نقاشات فيه ترقلات بشكل كبير يعني فترة نشطة جداً بالتنقلات القصيرة بالسفريات القصيرة فترة بتجد فيها كثير من التسلية والمتعة بنزهة سفرية شغلة زي هيك وبتتميز بفكر وقدرة كبيرة على الإقناع وخصوصاً إقناع الإخوة أو الأخوات أو الجيران أو الحوار أو تعزيز العلاقة معهم أفكارك بتجد آذان صاغي بيتقبل وجهة نظرك في كثير من الأمور بتجد نفسك مندفع بشكل كبير لمعرفة وفهم كثير من المسائل من خلال المطالعة أو البحث أو التدقيق اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية أو تجارة السيارات أو تجارة الإلكترونيات بيستفيدوا بشكل قوي بالفترة هاي لأنه عندهم قدرة عالية جداً على إقناع عملائهم بأفكارهم أو برضو الأجواء والأضواء بتكون مسلطة عليهم بشكل كبير على المستوى العاطفي برضو تعطيهم طاقة جيدة وعلى مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالحوار والنقاش برضو جيدة اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو بيبدعوا برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعاً هنا بتركز كل الأمور على الأوضاع المالية الأموال هي أهم الأشياء اللي أنت بتبحث عنها في خلال هاي الفترة وأفكارك كلها رح تنصب على أفضل الطرق لكسب المال بالكسب المال من عمل إضافي استرداد مال مكاسب مالية أشياء من هذا القبيل أهم إشي حاول أنك تعبر عني اللي جواك بتقدر أنك تصل للي أنت بدك طاقتك ما تتركها مدفونة جوا نفسك اظهرها للعيان لأنه في هاي الفترة زي ما حكينا فيها كثير من المكاسب المالية بتسيطر عليك هاي الفترة كثير من الأفكار أو مجموعة من الأفكار اللي بتنصب حول أفضل الطرق للحصول على المال ممكن تصل لتحقيق لكثير منها ولكن بدك تنتبه من مصاريفك كأنه بالفترة هاي أنت رح تصرف بشكل كبير وعندك رغبة للإصراف بشكل عالي جدا ممكن تبدأ بمشروع أو بعلاقة مع أحد البنوك أو المصارف أو يجيك مثلا موافقة على قرض حاول أنك تشوف أنت بتقدر أنك تسدد هذا القرض أو هاي الأوراق اللي بتوقع عليها ولا أنه ما رح تقدر إذا ما بتقدر ما توقع فعشان هيك حاول أنك تركز بشكل جيد برج الأسد كان أملي أقول لك أنك أنت أكثر المحظوظين ولكن يعني للأسف الشديد بما أنه عطارد رح يكون في الأسد ولكن رح يشكل زوايا سلبية صحيح أنه أنت بتكون يعني بتستعيد كثير من نشاطاتك وخصوصا النشاط العقلي والفكري بصير عندك قوة خيال عالية حدث عالي جدا بتبحث عن أفضل الطرق للتواصل مع الآخرين بتنشط بالحركة والتنقلات يعني بتحاول أنك تظهر بالشكل أو بالظهور بالشكل اللي بيليق بشخصيتك القوية القوية جدا ماشي شخصيتنا قوية إحنا ومنكون فعالين بشكل كبير نبعد عن تفاهات الأمور ولكن بالفترة لأنه الزوايا اللي رح تتشكل ممكن تخليك تسيطرة على أعصابك فعشان هيك ممكن تتعصب ردات فعلك تكون عنيفة تقراراتك تكون سريعة ومؤذية جدا فعشان هيك بدك تنتبه وتحاول أنك أنت يعني بريك بريك ادعس بريكات بريكات كثير يعني وعدل المليون قبل ما تتخذ أي قرار لأنه ما رح تكون لمصلحتنا طبعا أنا ما رح أرد على سعيد وكل الحكي هاد لأنه إذا بتيجي فراصي خلص انتهى الموضوع حاولوا أنك تستغلوا تحفيز الأبناء على الدراسة والمطالعة وتطوير الهوايات لأنه عنك قدرة على الإقناع ولكن أنت صعب إقناعك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا عطارد رح يتواجد في بيت المتاعب وهو ما بنقدر نقول أنه بيت متاعب بشكل كبير ولكن هنا بتجذبك الفترة هاي كثير من الأمور الغامضة والعلوم الباطنية والعلوم الخفية أو الروحانيات وبتحاول أنك تفهمها أو تدركها عن طريقة التعلم القراءة الغص فيها بواطنها تسأل بعبش عليها بتنشط في هاي الفترة بالبحث عن أجوبة لأسئلة كبيرة في حياتك ممكن تكون هاي الأسئلة أو الأشياء اللي جواك هي أسرار عند أشخاص أو أشياء غامضة بتصلك المعلومة وبتعرفها وبتكتشفها لحالك اللي بيعملوا في مجال التأليف أو الكتابة يعني هاي الفترة بتقدر تستغلها بشكل كبير وخصوصا في الأشياء اللي بتتعلق بالغيبيات أو بالسياسة أو أشياء بدها تحليل وممكن هذا الإشي اللي أنت بتعمله ينتشر بسرعة كبيرة ويحقق أرباح بشكل كبير أو رواج بين الناس بشكل كبير برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا هاي فترة منقدر نحكي فترة نشاط عالي اجتماعي وخاصة ما بينكو بين الأصدقاء فترة جيدة إلى الحوار وتبادل الأفكار والتقرب من الأصدقاء ومن العلاقات الاجتماعية إذا كنت مقدم على مشروع أو على إقامة إقامة جمعية أو منظمة أو بتحب أنك تبدأ بتكوين مؤسسة هاي فترة منتازة جدا لهاي الأمور أهم شي أنه ما بضيع حق ورام طالب إذا إلك حقوق وبتقدر تطالب فيها بالفترة هاي ما تترك أي أمر أنه يتأجل لأنه الآن لمصلحتك كمان شوي ببطل لمصلحتك بادر باتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه أنت عندك كثير من الصفات الإنسانية يعني ميزان معروف في هاي فعشان هيك تقدر أنك تتواصل اجتماعيا وتتواصل بمشاركات بعيدة عن الأنانية فعشان هيك كون مطمئن بأنك دائما على حق وخصوصا في هذا الشهر برج العقرب بالنسبة لأموليد برج العقرب طبعا التواجد القمر سيكون في بيت السمعة وأيضا مش بيت السمعة لحلوه بيت المسؤولين عنك في العمل أو الشخصيات المسؤولة ولكن تواجد عطارد في هذا البيت يعطي قدرة على التقرب من المسؤولين وتبادل الأفكار معهم وبيعمل على بناية أرضية في الحوار ممكن ممكن يأخذ مشروعك تقدم لطريق التحقيق أو الاستفادة من قدراتك على الإقناع بعيد عن التوتر أو ممكن عمل جديد أو تقديم طلبات ويقوم مقابلات ويتوافق عليك عندك أنت حدث عالي جدا وبالفترة هاي رح يزيد بشكل أكبر عشان هيك استفيد من هاي الميزة عشان تفهم كل إشي بدور حواليك ممكن تتلاقى عرض مهم في هاي الفترة وخصوصا في محيطك العملي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا التواجد عطارد رح يكون في البيت التاسع يعني فترة لها علاقة بالسفر لبعيد بالدراسات الجامعية بالدراسات العليا بمناقشة رسالة بتعلم لغة جديدة بأخذ دورة في مجال معين لعمل مع شركات أجنبية يعني بكل المجالات هاي فحاول أنك ما تفوت الفرصة في هاي الفترة التفاهم مع شركات أو مؤسسات الحصول على مكاسب كبيرة بتنشط بالاتصالات البعيدة بتفتح علاقات جديدة مع أشخاص يا أجنب يا أجنب يا بقيم خارج البلاد برضو بتفتح مجالات كبيرة للتجارة خصوصا اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير اللي بيشتغلوا في مجال الأدب أو اللغات برضو ممكن يستفيدوا من النشر والطباع والتوزيع والمطبوعات خارج حدود البلاد برضو كثير من الأفكار الموجودة عندك بتجد آذان صاغي بامتياز يعني هاي فترة هي الأهم للتقدم للجامعات أو مناقشة أطرحات جامعية أو مور إلها علاقة بالسفر الخارجي والهجرة أيضا برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا رح تتركز الأمور على الأموال المشتركة هذا البيت الثامن لإلك يعني تحرك من البيت السابع الآن رح تركز على الأمور المالية فعشان هيك رح يكون انشغالك كله على ضبط كثير من الأمور المالية المشتركة أي المال اللي معك تشريك فيه زوج زوجة بنك ضريبة تأمين وممكن تحاول وضع النقاط على الحروف أو تلغي من حياتك بعض الأشياء أو تبدأ مرحلة جديدة ممكن تغير شركائك الماليين أو تغير بنكك أو تقدم على قروض بالفترة أو على تمويل أو تبحث عن ممولين لمشروع أو يعني أشياء كثيرة كلها إلها علاقة بالأمول أو طالب مثلا بقرض مثلا أو ميراث هاي الفترة في كثير من التغييرات الجذرية عشان هيك لازم ترتب أولوياتك بشكل واضح ولكن نصيح تلا إلك قبل ما تأخذ قرض وقبل ما تدين فلوس اعرف أنك أنت عندك القدرة على السداد واثنين ابعد عن المغامرات المالية وأنك تراهن على الحظ بأنك تحاول أنك تتاجر أو تشتغل بمال غيرك لأنه بهاي الفترة الغلطة أنت الليل تتحمل مسؤوليتها برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا أطارد موجود مقابلك تماما يعني في بيت الشراكة اللي هي الشراكة المالية والشراكة العاطفية فعشان هيك بنقدر نقول هذا الشهر شراكة بامتياز بتتميز في هاي الفترة بالقدرة على الحوار والنقاش مع الشريك وخصوصا شريك العاطفة بعيدة عن التوتر والشكوك بتكون مرن لأبعد الحدود حتى شريك العمل برضو نفس الشيء بتكون في هاي الفترة مستمع جيد بتتقبل آراء الآخرين بهدوء ولكن في بعض الأوقات لما بتصير الزوايا السلبية لا ما بيكون فيه خدوء نهائيا بالعكس بتولع فيه وفيه وفي كل الدنيا فبدك تضبط عصابك هاي الفترة تعتبر الفترة الأنسب للعلاقة مع الشركاء زي ما حكينا شركاء العمل أو شركاء العاطفي أو انها بعض المشاكل العالقة وبيكون نقاش بطريقة سلمية أو حوارية طبعا إلا إذا شوي هيك طلعت عصبيتك في سلامتك تلغي الأمر هدول اللي أنا حكيتهم كأني ما حكيتهم فعشان هيك بتقدر تستفيد هذا الشهر من قدرتك على احتواء الأمور في بعض الأوقات يعني بينه وبينك ماشي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هاي الفترة فترة تعتبر يعني البيت السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة فهاي الفترة فترة ممتازة جدا ومناسبة لتبادل الأفكار والأراء مع زملاء العمل أو تقديم النصح للآخرين وبتكون محط إعجاب المحيطين فيك وممكن إنه يعرض عليك بهاي الفترة أو بعض الأشخاص يعرضوا عليك مشكلة وبيكون لك دور فعال جدا في حلها وبرضو بإمكانك تحل كثير من الأمور العالقة وخصوصا مع أحد الزملاء بالعمل أو بتجد يعني طريقة للزوال بما يرضيك فعشان هيك حاول إنك تركز بالأمور بشكل جيد لما تيجي تحل مشاكل الناس مش تشبكهم في بعض وتولع الدنيا وتقعد تضحك عليهم يعني دير بالك مش من طبعك هذا الشيء هاي الفترة برضو اللي بيشتغلوا في مجال التجميل كثير كثير عندهم فرص ممتازة وحقيقية وأفكار خلاقة جدا وبإمكانكم تطبقوها ورح تلقى رواج كبير بين الآخرين برضو هاي الفترة ممكن يعرض عليك عمل جديد أو تنجز بعض الأعمال المهمة اللي تكرم عليها مع موليد برج الحوت ممكن يكون عندهم نشاط علاجي أو زيارات علاجية أو مراجعة أطباء أو استشارة أطباء طيب هيك بنكون أنهينا من هاي الحلقة ولكن حطيتوا لايك وديسلايك وكومنت وشيروا واشتركتوا ولغيتوا واشتراكوا وسبيتوا علي والشغلات هاي الكبسات اللي تحت في كبستين تبعات التبرع والدعم هذو لما تكبسوش عليهم لا انتساب ولا دعم اللي هي تشكرات هاي خلاص شكرك وواصل يا جمعة الخير يعني الله يخلف عليكم أنتوا بكفة بتسمعوا الحلقة يعني فشكرا لأيكم وشكرا لأيلي وشكرا للي قاعدين كلهم واللي بسمعوا واللي كبسوا على الكبسات هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء